خرجت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي واستعتداء جنود الاحتلال على التواقم الصحفية المنتشرة في محيط سجن عوفر لتغطية الأحداث كما حذر جيش الاحتلال أسر الأسرى المفرج عنهم من الاحتفال بهم وقاموا باعتقال شقيق الأسيرة المحررة إسراء جعبيسة في القدس العائدون من سجون الاحتلال العائدون إلى الحياة أمام أعين العالم للمرة الأولى صوتاً وصوراً مشهد يضاف للمشاهد الأخيرة التي فضحت الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وأحيت فضائعه التي حاول إخفاءها عن أعين العالم وذلك بأثر رجعي منذ عشرات السنين وللمرة الأولى يشاهد العالم معاني الحرية والوطنية والفداء حين تجسدت من لحم ودماء إنهم الأسرى الفلسطينيون من أطفال ونساء وشباب وكهول منهم من قضى طفولته ومراهقته في سجون المحتل ذاق فيها جميع أنواع العذاب ومنهم من قضى عمره كله تقريباً في سجون غير آدمية يحكمها محتل لا آدمي ومنهم من تركت أطفالها رضعاً صغاراً والتقت بهم أخيراً شباباً يافعاً مشاهد كاشفة لتسعة وثلاثين أسيراً عادوا للحياة فاستقبلتهم الجماهير في الضفة الغربية المحتلة بدموع الفرح والزغريد والأعلام التي ترفرف في بهجة غير مسبوقة قومتها قوات الاحتلال فلم تستطع كالعادة أن تكسر الفرحة كما فشلت أن تكسر المقاومة على مدى أكثر من سبعة عقود قبل وصول المفرج عنهم إلى بيتونيا أطلق جنود الجيش الإسرائيلية الغازة المسيلة للدموع أمام سجن معسكر عوفر المقام على أراضي المنطقة كما منعت قوات الاحتلال أي مظاهر للفرح في القدس الشرقية حتى منعت الفلسطينيين من السلام على الأسرة والاحتفال بعودتهم ورغم هذا كانت الفرحة رغم هدوئها واضحة متحدية لكل قوة غاشمة وفي مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ابتهجت الحشود لتحرير الأبطال فحملوهم على الأعناق وهتفوا لفلسطين حرة ونقلت حافلة ومركبات تابعة لللجنة الدولية للصليب الأحمر عددا من الأسرة المفرج عنهم من سجن عوفر العسكري غرب رامالله إلى بلدية البيرة في حين تم الإفراج عن الأسيرات المقدسيات وعددهن خمس أسيرات إضافة إلى طفل من معتقل المسكوبية حيث كانت عائلتهم في استقبالهم مع مئات الفلسطينيين بالهتاف والأغاني في ساحة بلدية البيرة واقع جديد تم تغييره بدماء الشهداء يشي بمستقبل يبشر بالحرية وعالم مختلف فتح عيونه أخيرا بعد السابع من أكتوبر الماضي على حقيقة لا يستطيع أحد تغييرها وهي أن الاحتلال زائل وفلسطين وأهلها باقون